ورحمة الله تعالى وبركاته أبقنا أيام زمان كانوا بيقولوننا إياك أنك أنت تكب مية سخنة في الحمام لما تجي تكب المية السخنة دي تحاول أنك أنت تسمي وما تدخلش الحمام تبكي فيه ولا تحاول أنك أنت الطول المكث في الحمام ولما تجي تتكلم في الحمام يقولك ما تتكلمش في الحمام لأن ده غلط هل سمعت قبل ذلك أن فيه سحر بيتعمل لك في الحمام؟ خمس أشياء أنصحكم أن أنتم ما تعملوهاش في الحمام وإلا تلبس بكم أسوأ أنواع الجن وهو الجن الذي يتكلم على اللسان ويسيطر على الجسد ويسيطر على كل مفاصل من أصابه وهو يعني سبحان الله الشيطان المارد الذي يأتي من الحمام تعالوا مع بعض نتكلم عن موضوع المسل الذي ييجي من الحمام أو سحر الحمام بصفة عامة ويريد كل الأخوة والأخوات اللي يسمعوني أنهم يضغطوا لايك ويعملوا مشاركة ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا بنا نبدأ أول حاجة يا أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام عريان وكل العلماء أفتوا أن يمنع أن الإنسان يخش الحمام عريان ليه؟ لأنه معروف أن الحمام ده هو بيت الخبس والخبائس وكل إنسان يعني سبحان الله يدخل الحمام عريان بيعرض نفسه لأذى من الجن والأذى ده ربما أن يكون عبارة عن تلبس مش مجرد سحر ونمس والتلبس ده أن يجي مثلا شيخ يعني سبحان الله يقرأ على الحالة الموجودة فيلاقي أن الشيطان بيتكلم والشيطان يقول مش خارج ويجي يعني سبحان الله الشخصي ليصاب بأذى من الحمام تبصت لايه أن جسمه بيحصل في الأعراض التالية تشدد في كل أنواع الجسد صرع ملوش أي أسباب ولا علاك تجد أن الحالة يعني سبحان الله تبصت لايه أن في حد بيكلمك من على لسانها وتجد أيضا أن الشيطان يعني سبحان الله يرفض الخروج ويرفض الإنصياع وتبصت لايه أن الشيطان يعتبر الجسد اللي هو دخله ده هو ملكه وبيته حتى خارجني منه ليه عشان كده كل إنسان بيخش يعني سبحان الله الحمام عريان هو اللي يعني السبب في إصابته بالمس بس المشكلة مش فكده أن المس اللي بيصيب الإنسان بيكون عبارة عن جن عاشق والجن العاشق ده يعني سبحان الله هو عاشق الجسد ليه عاشق المفاتي اللي قال إنه شاف أن فيه مفاتن يعني سبحان الله موجودة بتخش الحمام عريانة وللأسف شديد كل إنسان بيخش الحمام عريان حتبصت لأنه ما بيذكرش أذكار دخول الخلاء يعني المعنى صح ما بيقولش بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فعشان كده أنهاكم يا أخوان الأفاضل وإتقدروا أني كنتم تبحثوا عند الفتوى وترجعوا لها أن أنتم تخشوا الحمام عريانين تماما لأن اللي بيدخل الحمام عريان يعني سبحان الله بيصاب بأذى شديد جدا وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان وكما أخرج أبويكم من الجنة ينزوا عنهما لباسهما ليريهما سوقاتهما إنه يراكم وقابلوا من حيث ولا ترونهم فلما تيجي تخش الحمام وانت عريان كأنك أنت يعني سبحان الله بتهدي الشيطان جسمك أو بتقول له يعني سبحان الله تفرج على جسدي وتفرج على المفاتن إلا ربنا سبحانه وتعالى عطاني إياها وفي الحالة دي أنت اللي بتئذي نفسك وانت اللي بتضر نفسك وللأسف الشديد لو جه الشيطان ده حاول أي حد أنه يخرجه منك مش هيطلع تماما الشيء الثاني اللي يعني سبحان الله إياك أنك أنت تعمل في الحمام وياريت يعني سبحان الله لو تعرف حد بيعملوا حاجة دي في الحمام ياريت أنك أنت تحذروا منها أنك أنت تغني في الحمام في بعض الأشخاص يعني سبحان الله لما بيجوا ياخدوا شاور بيحبوا أنهما يغنوا في الحمام ولما يغني في الحمام يعني سبحان الله بيسمع طرب عمره في حياته ما سمعه فربما أنك أنت يعني وانت بتغني في الحمام يعجبك صوتك فتبص تلاقي نفسك أنك أنت عايز تغنى أكثر وأكثر لكن للأسف الشديد النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أننا وإحنا بنقدر حاجة أننا نتكلم نهائيا أو نصدر أي صوت ونهانا أننا أيضا لما نكون في بيت الخلاء أننا نصدر أي حركة أو أي صوت إلا للضرورة لأن سبحان الله لما تصدر حركة أو صوت أنت ما معكش الملك إلا هو بيحفظك فبالتالي اللي موجود الشيطان والشيطان عايز أنه يزيك وعايز أنه يضرك فالشيطان يعني سبحان الله يستنى أي فرصة أو أي وضعية يستطيع من خلال هذه الفرصة الإنقضاض والدخول إلى جسدك وتحاول أنك أنت تنزعه من الجسد ويرفض الخروج من الجسد تماما عشان كده أنصح كل الإخوة والأخوات أنهم بلاش يغنوا في الحمام نهائيا الشيء الثالث البكاء ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه ونهى يعني سبحان الله المرأة أن هي تحزن وأوضح الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم فقال الله عز وجل في كتابي الكريم فرضدناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون للاسف الشديد البكاء في الحمام من الأسباب الرئيسية التي تجعل الشيطان تتلبس بأتسامنة ومن أسباب تلبس الجن بالإنس هو البكاء في الحمام ليه؟ لأن بعض النساء لما بتخضب من الزوج أو يصير بينهم وبين بعض خلاف أفضل شيء بتعمله أو الشيء اللي يتبادر لها أن هي تخش الحمام وتكفي الباب الحمام عليها وتفضل تبكي وتعيد في الحمام 90% من حالات المس اللي بيتكلم عليهم الشيطان سببها البكاء في الحمام عشان كده يا سيد الكريم إذا يعني سبحان الله وجدت أن زوجتك أو وجدت أن بنتك أو وجدت أن أختك بتخش تبكي في الحمام انصحها أن هي ما تخشش الحمام وحاول أنك أنت الطيب بخطرها يا سيدي ما عندكش قدرة أنك أنت الطيب بخطرها قول لها خش أي مكان في البيت ابكي فيه لحد ما ترتاح من البكاء بس ما تخشش الحمام تبكي فيه نهائيا ولذلك لما يجي الشيطان يحضر على لسان الفتاة اللي هو دخلها من الحمام تبصت لي أنه بيتكلم كلام عجيب جدا بيقول لك إيه؟ بيقول هم بيزعلوها وبيضربوها وبيهنوها وأنا بحبها ويقعد الشيطان نفسه اللي في الجسد اللي قدامك يقعد يعيط تصور بقى فييجي يعني سبحان الله هو لابس الجسد يستمتع به وبيقول لك أنتوا بتزعلوها لي أنا أولى بها بقى منكم عشان كده ممنوع منعا بتا على كل رب البيت أن تسمح لأولادها أنهم يدخلوا الحمام يبكوا فيه ابعيدوا عن الحمام تماما الشيء الرابع وده شيء مهم جدا المية السخنة يا جماعة الخير لما أنت مثلا يكون عندك مية سخنة ما تحاولش أنك أنت تكبها في الحمام ولو حبيت أنك أنت تكبها في الحمام الأول حاجة تقول دعا دخول الحمام وانت بتكب المية ديت يعني سبحان الله يعني لو مش هتكبها في عين الكنيف مباشرة أو عين التولد باللهجة الموضة مباشرة حاول أنك أنت وانت بتكب المية ديت تقول بسم الله أو أقول لك استنى لما تبرد بلاش أنك أنت تكبها وهي سخنة أصبر شوية لما تبرد ليه؟ لأن غالب حالات المسي يعني سبحان الله لما بيخشوا جسم الإنسان بيخشوا من داخل الحمام ويقول لك أنا كبه علي مية سخنة والمية السخنة ديت أذبني وربما أنك أنت تبصت لأن في حد من أولادك أو حد من أهل بيتك بيتأزى أو تعبان أو جاله تعب غريب جدا وأنت أساسا تتصدم إيه التعب اللي جاله ده وإيه أسباب التعب اللي جاله وما تعرفش أيضا تستخرج السبب الحقيقي أو السبب الرئيسي للتعب وتفاجأ أن يعني سبحان الله كان بسبب أن الولد دخل الحمام وبكى فيه أو أنك أنت كبيت مية سخنة في الحمام ودي طبعا من المصائب الكبرى آخر شيء بقى وده يعني سبحان الله اللي هنختم به بلاش أنك أنت تبص في المراية اللي في الحمام وفيه ناس كتيرة جدا يعني سبحان الله من المتزوجين للأسف الشديد أحيانا بيحبوا أنهم يعملوا علاقة في الحمام هذه بقى الطامة الكبرى والمصيبة الكبيرة جدا لأن أول حاجة أنت مش هتسمي الله جل وعلا وانت دخل الحمام بدعم العلاقة ومش هتقول الله ما جلبنا من الشيطان وجلنا بالشيطان ما رزقتنا فبالتالي حيشاركك مين حيشاركك الشيطان فهتجيب ولد يعني والعيز بالله مش طبيعي أو ولد مستوي أو ربما اللي يكون عنده ده من الأدواء فعشان كده بتاعدوا عن الخمس أشياء دولة وما تعملهمش في الحمامات حتى يحفظكم الله جل وعلا من شر كل شر هو آخذ بناصيته وأخيرا حاول أنك أنت تذكر الله وانت دخل الحمام وتستغفر الله وانت خرج من الحمام واتقل غفرانك المقطع ده لو عجبك دوس لايك وعملهم شركة شاركوا لأصحابك وصدقائك فالدريع الخارجة فعلي دمنا وكد في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته